صلى عليك الله يا علم الهدى صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى يا محمد آه أنت المنشد صحيح؟ محمد يوسف؟ المنشد؟ نعم إنه أنا أوه واو نحن من معجبيك شكراً ستؤدي عرضاً صحيح؟ نعم ولكن لا يزال الوقت مبكراً لذا سألقي نظرة حول السوق هل تريدون الإنضمام إلي؟ نعم نعم مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كله مي مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كله مي محمد سيد الكونين وثقالي مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كله مي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كله مي مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كله مي مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبيبك خير خلق كله مي مذهل نريد أن نكون مثلك إن نبينا محمد هو الأروع على الإطلاق دعونا نكون مثل النبي الحمد لله نحن نحب الجميع أومر وهنا هيا إلعابوا معنا وحلاموا معنا واو متحش الحمد لله سوف نمرح معا أومر وهنا واو قوية جدا كانت هذه المدينة جميلة وهادئة حتى هاجمها وحش شو 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 واو روبي العجيبة تطلق الليزر قوية جدا أريد أن أكون قوية مثل روبي العجيبة تيريكس أقوى الأمور تحت السيطرة روار روار هيا عمر أنا أحاول أن أسمع أبي الأمور تحت السيطرة من جديد وكل ما روار 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 هيا عمر عمر هنا كنا لطيفين لكن أبي صوت عمر عالا عمر أيمكنك اللعب بهدوء؟ آه لكن صوت تيريكس عالا أريد أن أسمع عن روبي العجيبة هذا ليس ممتعا كاللعب تيريكس روار روار هيا تنفسا بعم هيا اجلسا واهدا حين نصبر عند الغضب يرضى الله عنا هل يمكنك أن تخفض صوت تيريكس؟ هنا لا يمكنها سماعي حسنا لن أحدث ضجة أحسنت صنان الأمور تحت السيطرة من جديد والفضل للبطلة الخارقة روبي العجيبة تيريكس أقوى بكثير عم يم 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 عم 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 روبي العجيبة أقوى ام أسنتم إنها ضعيفة روبي العجيبة هي الأقوى بل تيريكس هو الأقوى روار حقاً خذ هذا شعاع الليزر الأحمر نارو تيريكس الحارقة روار عمار هنا عمار هنا عمار هنا أستغفر الله العظيم هيا تنفس بعم عمار بدأ أولاً هيا اجلس وحداً هانا كسر التيريكس انكسر لأنه لوب الأقوى بل تقصدين تيريكس ليو أليون أتعلم أن الأقوى هو من يكون أكثر صبراً حين يغضب أكثر صبراً حين يغضب لا تنفعل حين تغضب الصبر عند الغضب يدل على القوة يمكنني الغضب لأنكما تتشاجران لكنني قررت أن أصبر لأنني حين أصبر أصبح قوياً أيضاً واو نريد أن نكون أقوياء مثلك لكن أبي ماذا نفعل؟ هيا شرباً وهدأاً وتسامحاً هذا أفضل لا تنفعل حين تغضب الصبر عند الغضب يدل على القوة أنا آسف هنا وأنا أيضاً الأمور تحت السيطرة من جديد والفضل للأبطال الخارقين الثلاثة الصبورين الصبر عند الغضب يدل على القوة الصبر عند الغضب يدل على القوة الحمد لله السلام عليكم يا أصدقاء هل تعلمون؟ أن الشخص الأقوى هو من يمكنه السيطرة على غضبه لذا لنصبر عند الغضب لنصبح أقوياء الحمد لله عمر وهنا لنلعب معاً لا هنا إنها ليه أعيديها عمر أريد أن ألعب إنها ليست لكي أي ليه أشكر يا عمر وهنا إلعب معاً حين تتشارى كان اللعبة تصبحاني أسعد أنا آسفة هذا القطار لك إلعب به معاً حين تتشارى كان اللعبة تصبحاني أسعد هيا يا إخواتي هيا يا أخواتي حين نكون لطفاء سوف نصبح أسعد أرجوك فارس أيمكنني اللعب بالكرة؟ مستحيل إنها كرتي يا فارس واسرة إلعب معنا حين تتشارى كان اللعبة تصبحاني أسعد أنا آسف هذه القرة طولك إلعب بها مع شارى حين تتشارى كان اللعبة تصبحاني أسعد هيا يا إخواتي هيا يا أخواتي حين نكون لطفاء سوف نصبح أسعد حين نكون لطفاء سوف نصبح أسعد الحمد لله التشارك ممتع أنسى ليلة أنسى ليلة أنسى ليلة أنسى ليلة أنسى ليلة الحمد لله يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال يا الله اجعل هذا اليوم يسيرا آمين السلام عليكم آنسة ليلة وعليكم السلام صباح الخير نورو نورو ها هاي نورو كيف تسير الوحوش ها هكذا شكرا آنسة ليلة ها صباح الخير آنسة ليلة صباح الخير يا أطفال اليوم أطفال لا يمكنك الإمشاك به لا لا صفقوا صفقا صفقوا صفقتين صفقوا ثلاثة صفقات رائع والآن لنبدأ يا أولاد اليوم سنتعلم الطرح الطرح؟ حسناً أخرجوا كتاب الرياضيات وافتحوا الصفحة السابعة والآن لنتخيل سبع تفاحات أكلت ثلاثة كم تفاحة تبقى لدينا واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة أحسنتما لكن لا أرى التفاح نعم صحيح لا أراه أيضاً ألم تسمعوا؟ الأنسة ليلة قالت لنتخيل لكن كيف؟ أهى افعلوا مثلي سبعة أصابة خبأنا ثلاثة تم إسبان يبقى لدينا واحد، اثنان، ثلاثة أربعة، أربعة أحسنتي، هل فهمتم؟ فهمنا حسناً حسناً، أجيب عن الأسئلة وإن احتجتم المساعدة، أخبروني حسناً آنسة ليلة، لا يمكنني حل شيء هل جربت استخدام أصابعك؟ نعم، آنسة ليلة، لا أفهم لماذا لا نحاول الآن؟ آنسة ليلة، هل جميع إجاباتي صحيحة؟ آنسة ليلة، أنا جائع انتظر قليلاً، سنأخذ استراحة قريباً آلي الذهاب إلى الحمام هل هذه صحيحة؟ آنسة ليلة، آنسة ليلة، آنسة ليلة، آنسة ليلة، آنسة ليلة الآنسة ليلة مذنبة واحد، اثنان، خمسة أنتظروا، انتظروا، أريد مواصلة المحاولة آنسة ليلة؟ ما، نجع özlel يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال أنس ليلة صفقوا صفقة صفقوا صفقتين صفقوا ثلاثة صفقات جيد جدا ياي وداعا أنس ليلة وداعا أبي شكرا على مجهودك أنس ليلة على الرحب والسعة ها شكرا أنس ليلة لا عليك نور الحمد لله السلام عليكم مرحبا نعم نعم لدينا حصة رياضة غدا حسنا على الرحب والسعة السلام عليكم أليس المعلمون رائعون؟ التعليم متعب جدا والمعلمون يعملون بجد لتدريسنا إذن لنقول شكرا لمعلمينا الحمد لله أنا خائبة جدا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما الذي قرأته يا أستاذ موسى؟ إنها سورة الإخلاص الإخلاص؟ عمر وهنا حاولا أن تقرأ سورة الإخلاص من يتذوها ثلاث مرة كأنه ختم القرآن هذه السورة قصيرة جدا لكن إنت لو تماها ستنالاني حسنات كثيرة أريد الكثير من الحسنات وأنا أيضا أستاذ أريد قراءتها أولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله كانت قراءتك رائعة أحسنت الحمد لله والآن دورك يا هنة بسم الله الرحمن الرحيم قل 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 هو قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل قل هو لنكم الغدان ها هنة لما لم تذهبي لدار القرآن مع عمر لا أريد الذهاب لا أجيد القراءة ها لهذا عليك أن تتعلمي الله يحب من يواصلون المحاولة ها وستنالين الحسنات أريد نيل الحسنات لكن أبي السلام عليكم وعليكما السلام شكرا لأنك أوصلت عمر على الرحب والسعة أيمكنني رؤية هنة ها ها تفضل بالدخول السلام عليك هنة وعليك السلام ألا تريدين تعلم القرآن معي؟ بلى أريد لكن البارحة ها الله الله ها الله ها 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 قل قل هو لنكمل غدا ها 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 أرجوك لا تخضم مني ثانية يا أستاذ أنا خائفة جدا أوه ها لم أغضب منك ها كان علي الذهاب إلى الحمام ها 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 آسف لأنني أخفتك البارحة تعالي إلى الدرس غدا حسنا هم لكن أستاذ نعم كيف أنال الحسنات على تلاوة القرآن؟ أنا لا أجد القراءة أستاذ لا تقلقي هنا مع أن قراءتك ليست جيدة ستنلين الحسنات لسببين اثنين ها أولا لأنك حاولت وثانيا لأنك قرأت واو الله لطيف سأتل القرآن دائما هم وسننال كثيرا من الحسنات معا دوما سنحاول كي ننال الحسنات سنواصل المحاولة وسننال الحسنات الحسنات الحمد لله السلام عليكم يا أصدقاء تعلمون أنه حتى لو لم نجد قراءة القرآن سننال الحسنات من الله أولا لأننا حاولنا وثانيا لأننا قرأنا الحمد لله عمر و هانا لنكن جيرانا جيدين عمر هانا نعم يا أمي هل سعتمان في شيء؟ بالتأكيد أعطي هذه الفاكهة لجيراننا جيراننا؟ جيراننا هم particularly جيراننا هم الأستاذ موسى وعائلة جونسون لأنهم يعيشون بالقرب منا لنكن جيرانا جيدين جيرانا عن يسارنا ويميننا وأمامنا نحن جميع الجيران السلام عليكم أستاذ موسى وعليكم السلام كيف حالكما أمي أرسلت لك فاكهة هذا لطف منكم هيا بنا إلى أين لنزور السيدة جونسون هو بخير هو مريض اليوم أو لا هيا بسرعة يا أستاذ سنزره فلا انتظر لحظ لماذا سأحضر له الطعام لأسعده علينا أن نكون الوضفاء مع الجميع والله سيحبنا لنكون جيرانا جيدين جيرانا عن يسارنا ويميننا وخلفنا وأمامنا نحن جميعا جيران سيدة جونسون طاب يومك مرحبا بكم طاب يومك أمي أرسلت فاكهة لك وليس سيدة جونسون كيف حالك سمعنا أنك مريض اليوم أنت مارا في حين سمعنا لك الفاكهة شكرا اشرب هذا فورا وكل هذه أيضا انتظر لحظة لماذا أريد أن أقطع التفاحة أولا علينا أن نكون الوضفاء مع الجميع والله سيحبنا الحمد لله ركوب الدراجات الهوائية هيا يا عمر لننطلق انتظري يا هنة لم نقرأ دعاء الصفر بعد اوه أنت محق بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون مرحبا لقد عدت ها؟ عمر هنة لدي مفاجأة لكما واو دراجتان جميلتان شكرا جزيلا أبي على الرحب والسعة لنركبهما في الحديقة ياي هي قبل الانطلاق ماذا عليكما أن تفعل keen آم اوه اعرف يا أبي نقرأ دعاء الصفر احسنت وعليكما ارتداء معدات السلاما علينا أن نحطاط أيضا اووو حسنا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرني وإن إلى ربنا لنقلبون هذا صعب لا بأس هنة واصل المحاولة حسنا أقوى يا هنة أنت لا تتحركين حسنا جرب أن تركبها هكذا هذا سهل هذا صعب بيت بيت أقوى يا عمر أنت لا تتحرك عمر كن حذرا أراك لاحقا عليك أن تدوسي هكذا هيي إنها تتحرك شكرا أبي على الرحل والسعة ووا 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 أمساكتك يا عمر كن حذرا حسنا أبي كنا حذرين بالطبع أبي عمر أتريد التسابق إلى تلك الشجرة من يصل أولا هو الفائز ها هنا انتظري ها هيي عمر توقف ها؟ 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 إنه شديد الانحدار أنا خائفة سوف أنزل ببطء لا تخافي يا هنة لنقرأ الدعاء سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لا منقلبون ها؟ هاي عمر كن حضراً هذا سهل جداً كما أننا قرأنا الدعاء يا أوه واو 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 آه 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 أستغفر الله العظيم هل أنت بخير؟ آه أظن ذلك أبي لقد قرأت الدعاء ولكنني مع ذلك وقعت همم قراءة الدعاء مهمة لكن الحذر مهم أيضاً هذا ما فعلته كنت حذرة عليك السير ببطء حسناً وستكون بأماناً إن شاء الله حسناً أبي من الآن فصاعداً سأكون حذراً سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمنقلبون الله يباركنا ويجعل كل شيء ممكناً لا حول ولا قوة لنا من دونك يا الله الحمد لك يا الله على رعايتك لنا دوماً الحمد لله السلام عليكم يا أصدقاء قبل الركوب الدراجة علينا قراءة الدعاء وارتداء الهودة والقيادة بحذرين أيضاً وستكونون بأماناً إن شاء الله الحمد لله سلح فات مسكينة واو انظر يا أبني هاو انه يوم ممتع ما أجمال النزهة على الشاطئ لنبني قلعة رملية يوم جميل مع العائلة ها؟ واو! إنها كبيرة نفاية؟ هاي هانا أين نضع النفاية؟ في سلة المهملات أحسنتي صنعا هانا هانا تعالي بسرعة ها؟ حسنا ها؟ أبي؟ 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 ها؟ أبي؟ ها؟ ما هذا؟ ها؟ نفاية؟ انظروا حولنا ها؟ 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 هيا نجمع كل النفاية ونضعها كلها في الأكياس نجمعها وننظف الشاطئ لتأتي الأسماك وتسبح هنا وتسبح هنا ها؟ الأسماك؟ نعم، نعم، فالأسماك تعيش هنا ليس الأسماك فقط بل أسود البحر وأفراس النهر وقناديل البحر والسلاحف وكائنات حية كثيرة واو! حيوانات كثيرة لكن كيف لها أن تعيش وكل هذه القمامة تطفو حولها في البحر؟ محزنًا جدًا لذا عليكما أن لا تترك النفاية هنا حسنًا ها؟ هاي، انظروا هناك ها؟ سلحفة؟ ها؟ سلحفة؟ دعنا نرى، دعنا نرى سلحفات مسكينة ها؟ أي يمكنك إحضار سكين؟ دقيقة سلحفات مسكينة إصبري قليلًا حسنًا انتعيت، الحمد لله حسنًا 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 ح عمر، هل أحذرت لي من شفا؟ نعم، حسناً هذا مؤسب أصبري قليلاً بعد الحمد لله ه Ethereum لنج smo لهذا علينا أن لا نترك النفايات في المكان وداعاً يا سلحفاة نراك ثانيةً انتبه لنفسك لا تأكل النفاية ثانيةً لقد تضررت الأرض كثيرا وكل ذلك بسبب البشر سلحفات مسكينة يا أصدقاء لا تترك النفاية على الشاطئ وإلا سيتسخ البحر وهو موطن لحيوانات كثيرة سنساعدها إن أبقيناه نظيفا الله يحب ذلك الحمد لله اجمع النفاية يم إنها لذيذة اكلت البوضة هاي عمر لا ترمي النفاية هكذا لا ترمي النفاية بل ضعها في سلة المهملات أحسن تصنعا ولد مطيع يرضى الله عنا حين نكون نظيفا هيا اجمع النفاية لتصبح الحديقة أجمل النظافة من الإيمان حافظوا عليها هاي توجد نفاية هنا لا توجد سلة المهملات لا مشكلة في ذلك ضعيها هنا أمي انظري أنا أساعد سنضع النفاية في الكيس اجمعوها اجمعوها وتخلصوا منها وتخلصوا منها يرضى الله عنا حين نكون نظيفين هيا اجمعوا النفاية لتصبح الحديقة أجمل النظافة من الإيمان الله يحب أن نكون رضيفين النظافة تعاد حافظوا على النظافة حافظوا على النظافة كعكة الفاكهة هذه لي امي أبي ماذا تعدان أمكما وأبكما يعدان كعكة الفاكهة كعكة الفاكهة لذيئة جدا أحب كعكة فاكهة أريد المساعدة اوه وانا ايضا وانا ايضا بالطبع لنعدها مهان انا اساعد ابي في اعداد الكاك انا اساعد امي في اعداد الكاك نحن نعد الكاك اليوم وسنعطيه للاخرين ها العطاء عمل صالح ينير يومنا نعطيه للاخرين لكن انا احب كعك الفاكهة ان اعطيناه للاخرين لن يتبقى شيئا لي هانا اعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو افضل انواع العطاء اوه حسنا لا تقلقي ساعد الكثير منها وان تبقى شيء يمكنك اكلها كلها ياي الحمد لله سنأخذ الكعكة الى المسجد الليلة حسنا حسنا امي في المسجد يمكنني تناول كعكة الفاكهة صحيح؟ بالطبع يا عزيزتي همر هنا مرحبا يا اصدقاء واو رائحة طيبة ما هذا؟ كعكة الفاكهة سنعطيها للاخرين اتريدون؟ نعم رجاءا وانا ايضا بالطبع كعكة لكل منكم رائع رائع شكرا لكم هاي انتظراني هاي؟ ها؟ همم تفضل ها؟ ها؟ لم يقل شكرا حتى نحن نعطي الآخرين هذا عمل الخير شكراً يا هنى وعمر من كل قلبي نحن نعطيكم الكعك ليكن يومكم سعيداً هيا جميعاً تناولوا الكعك اليوم ها؟ أهذا كل ما تبقى؟ ها؟ أنت ثانيتان؟ لقد أخذت واحدة هنى أتذكرين ما قاله أبي؟ لكنه أخذ واحدة هنى أرجوك لا تكون كذلك حسناً أحسنتي أختي الصغيرة أرأيت ذلك؟ لم يقل شكراً ثانية الحمد لله الجميع تناول كعكة الفاكهة ياي تبقى بعضاً منها لي لا يمكنكم إمساك به لا يمكنكم له آه 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 لا آه طبقت كعكة واحدة لا، لن تأخذها لست كعكة الفاكهة هذه له هنى، لا بأسياً هنى لكن يا عُمر، لقد أخذ سنتين هَنى، أتذكرين ماذا قال أبي ثانية؟ إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء تفضل أحسنت يا أختي الصغيرة هم؟ مرحباً هل هذه لي؟ شكرا لك أحب كعكة الفاكهة لنأكلها معا الحمد لله السلام عليكم يا أصدقاء هل تعلمون أننا حين نعطي أشياء نحبها فهذا هو أفضل أنواع العطاء الحمد لله ماذا يوجد في الصندوق؟ ماذا يوجد فيه؟ في الصندوق؟ أريد أن أعرف أيضا ليس فيه شيء ها؟ هاي لا ترقدي لا شيء في الصندوق كفان ملاحقتي أرينا يا ليزا؟ لا لن أفعل ماذا حدث للكتب؟ آسف أنس ليلى أوقات الكتب وكانا يلتقطانها أوه احذري في المرة القادمة من اللطف أنك قلت الصدق شكرا أنس ليلى الله يحب أن نكون صادقين هل لا ساعدتني في حمل الطعام يا ليزا؟ بالتأكيد سأعود حزنان انتهيت هاي عمر انظر أخيرا تركت ليزا صندوقها لنلقي نظرة ماذا يوجد في الصندوق؟ واو إنه عنكبوت عمر انظر إلى عينيه ها؟ فارس خذ ها؟ 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 لا الرسول محمد معروف بصدقه ها؟ ساعديني ما الأمر؟ ساعديني هناك عنكبوت ضغم عنكبوت؟ إنه ليزا ها؟ اوه لما هو منقلب على ظهره؟ ها؟ منقلب؟ أتعتقداني أنه مريض؟ ها؟ كان يبدو بحالا جيدة ربما ربما ماذا؟ اوه لا شيء ربما كان نائما او نوما هنيئا سيد عنكبوت لكن أهو نائم يمكن أن نحاول إيقاظه فرس علينا أن نخبره ليسا لكن ماذا سوف تفعل بنا الآن ليسا ليلا تقول إن علينا قول الصدق دائما أخشى أن تغضب ليسا كثيرا هيا يا عمر لما لا نهزل عنك أبوتاني نوقظه فربما يمكننا إيقاظه حسنا لنجرب ذلك هذا هو صديقي وقفED أوه، أحاا، وجدتها أحاااا، علينا إخبار ليزا لم يستيقظ لكن عمار تذكر يا فارس إن الله يحب أن نكون صادقين إن شاء الله سيحبنا الله أيضا فارس ماذا تحمل؟ ها؟ إنه صندوق عنكبوت آه عناكب لماذا لا يتحرك؟ يبدو ميتا عنكبوت الميت؟ ميت؟ من اللذي مات ماذا يشري؟ أليس هذا؟ ليزا نحن آسفان حقا لقد كنا نعبث وانقلب العنكبوت على ظهره فحاولنا إيقاظه لكننا فشلنا نظرنا العنكبوت قد مات هو ليس ميتا إنه يتحرك ثانية إنه يغير جلده آه إنه يغير جلده واو سبحان الله شكرا يا عمر وفارس على صدقكما معي على الرحب والسعة الله يحب أن نكون صادقين هذا صحيح الله يحب أن نكون صادقين السلام عليكم يا أصدقاء هل تعلمون؟ أنه حين نخطأ علينا قول الصدق وأن نعتذر كي يحبنا الله الحمد لله الحمد لله نعم أمي، نعم أبي عمر، هنا، تعاليا ماذا هناك؟ نحن مشغولان عمر وهنا، لا تتأخر حين ينادي والدكما نحترم الكبار والله سوف يحبنا عمر وهنا، نعم أمي وأبي هيا ساعداني، حظر يا أبي نحترم الكبار والله سوف يحبنا نتصرف بأدف نتصرف بأدف ونساعد دوما والدينا والله سوف يحبنا بنجو مضحكا حقا عمر، هانا، أيمكنكم مساعدتي؟ أوه، ليس الآن هممممم، هيا يا هنه أطفئي تنفذ أصغني أمي، حين تناديكِ نحترم الكبار والله سوف يحبنا عمر وهنا، نعم أمي وأبي هيا ساعداني، حاضر يا أمي نحترم الكبار والله سوف يحبنا نتصرف بأدب ونساعد دوماً والدينا والله سوف يحبنا الحمد لله الماء مقتول عمر هنا لن يكون لدينا ماء غداً علينا ترشيد استهلاك الماء فإن لم نفعل لن يبقى لدينا ماء تخيل ماذا سيحدث لو لم يعد لدينا ماء لا يمكننا الاستحمام ولا تنظيف أسناننا إذن عليكما ترشيد استهلاك الماء كي لا ينفد الله يحب الشاكرين حين نرشد استهلاك الماء فإننا نعبر عن شكرنا لله على نعمه والآن حان وقت النوم تصبحنا على خير يا أمي عمر قالت أمي إن علينا ترشيد استهلاك المياه لكن حينها لن نتمكن من اللعب هكذا انقفع الماء انقفع الماء هنا انقفع الماء أترين لا يوجد ماء هنا لا يوجد ماء أمي أمي قاطع الماء ماذا سنفعل لم أستحم ولم أنظف أسناني لا تقلق احتفظت ببعض الماء رشدوا استهلاك المائي كي لا ينفدى أبداً استهلكوا ما تحتاجون ثم أغلقوا الصنبول أمي أنظر إلينا نجمع مياه الأنطان حين نجمع غافدنا سنستخدمها ثانية هيا جميعاً رشدوا استهلاك الماء لنكون شاكرين فنعم الله رائعة هيا عمر أغلق الصنبول أنت تشرف في الماء أو لا بأس أمي احتفظت بالماء وأكد لدينا كثير منه أوه صحيح عمر هنا تعالا لتأكلها نحن قادمان ما الأمر يا عمر؟ لقد انقطع الماء ماذا؟ انتبري جمعنا ماء المطر صحيح؟ أوه نعم ها؟ أنا ماء المطر استخدمته في غسل الملابس ما؟ ما الأمر؟ أمي ماذا سنفعل الأل لا ماء لدينا لغسل أي شيء كيف سنستحل؟ أمي ماذا سنفعل الأل لا ماء لدينا لغسل أي شيء سنستفق ماذا سنفعل؟ نفد ماء الصنبول والماء الذي احتفظنا به أوه لا 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 نستطيع الاستحمام أو تنظيف أسناننا ستصبح رائحة ننتنا عمر ألم تستهلك الماء بحذار؟ آسف يا أمي نسيت أغلاق الصنبول قبل النزول وأنا أيضا آسفة ها؟ يبدو أنها شاحنة نقل الماء يمكننا أخذ بعض الماء من الشاحنة ياي الحمد لله تذكرا علينا ترشيد استهلاك الماء إن الله يحب الشاكرين إن شاء الله سأقصد في استهلاك الماء وأنا أيضا هيا نورشيد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعامي الكثيرة هيا نورشيد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعامي الكثيرة الحمد لله السلام عليكم هل تعلمون يا أصدقاء؟ أنه إذا أصرفنا في الماء فإنه سوف ينفذ لذا علينا ترشيد استهلاك الماء الله يحب ذلك الحمد لله تعالوا واشتروا واو ماذا تبعان؟ العصير اللذيذ اشتروا عصير الفاكهة واو يبدو لذيذة أهلا ماذا تريد؟ أهلا أريد عصير البطيخ بالتأكيد لحظة واحدة تفضل سيدي هذا ليس عصير البطيخ إنها صلصة حارة لعبة المجاري رائعة هاي لما لنبيع عصير الفاكهة؟ لنبع ذلك لنبع عصير الفاكهة عصير اللذيذ اشتروا من عصير الفاكهة سينتشر الخبر حسنا جميعا انظروا إلي وقولوا عصير لذيذ عصير لذيذ هاشتاق عصير لذيذ هاشتاق عصير لذيذ السلام عليكم وعليكم السلام أستاد موسى اشتري العصير اللذيذ يبدو لذيذا أريد كأسا بالطبع أستاد نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير إنه جاهز إنه جاهز شكرا أستاذ على الرحب والساعة من عثر عليها يأخذها أستاذ موسى انتظر عمر هانا هذه ليست نقودنا علينا إعادتها علينا أن نكون أمناء حتى يبارك الله في رزقنا بسم الله سبحان الله لذيذ جدا علي نشر الخبر اشتروا عصيرنا سوف ينفد كي لا يفوتكم اشتروه الآن عصيرنا لذيذ عمر إناء النقود مملوء أيمكنك وضعه في الكيس الأبيض بالطبع يا أبي أوه لا سينفد العصير ماذا سنفعل يا عمر نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير إنه جاهز آه أعرف ماذا سأفعل نضع بعض العصير ونملأه بالثلج إنه جاهز كلما بيعنا عصيرا أكثر ربحنا مالا كثيرا ييييييييي اشترو العصير اللذيذ واو ما هذا الصف مرحبا عمر وهنا ماذا يجري؟ مرحبا ريفن نحن نبيع العصير إنه لذيذ جدا أتريد كأساً؟ سأشتري كأساً بالطبع تفضل ها؟ هل نفد؟ إن أردت المزيد عليك شراء كأس آخر عصيرة فاكهة لذيذ اشتروا العصير ها؟ نفد لم يكن كثيراً اشتروا العصير عصيرة فاكهة لذيذ ها؟ ماذا يجري؟ هناك مشكلة؟ الكأس ملوء بثلج آسفون سنستبدله بكأس آخر آسفون كأساً آخر عمر هانا ما الذي حدث؟ وضعنا عصيراً أقل ومزيداً من الثلج لنجني مالاً أكثر بكثير عمر هنا كنا أمينين في التجارة وكنا صديقين ها؟ حتى تكسب رزقاً حلالا اوه لا مشكلة في أن تربحا أكثر لكن تذكرا أن تكون أمينين فاكرات نُوفكر لمَ ستشعران إن كان العصير قليلاً ها؟ أو طعمه سيء نتشعر فاكرات سنُوفكِر في العصير اللذي العصير اللذيع العصير اللذي منذ الآن وأنا أيضا كي يبارك الله في رزقنا ماذا؟ أين إناء النقود؟ ضاعة النقود لكنه كان هنا هاي هذا ليس عمر هنا سأعيد لكما كيسكما أعذراني أخدت كيسكما بطريق الخطأ شكراً جزيلاً رابين كم أنت أمين يا رابين نعتذر يا رابين لم نكن أمينين قدمنا لك قليل من العصير لا بأس لا عليكما تفضل عصير على حسابنا واو! شكراً لكما حين نكون أمناء يبارك الله في حياتنا ورزقنا الحمد لله السلام عليكم هل تعلمون أنه علينا أن نكون أمناء في التجارة؟ الله يعلم الغيب ويرى كل شيء إن كنا أمناء سيبارك الله حياتنا الحمد لله ياي! لم تعد تعلمني؟ فارس، لا تنسى أن تنظف أسنانك حسناً أوه، 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 أو أوه أوه ما الأمر؟ أسنانه تؤلمه أي ألم؟ لم لا تأكل الكعكة إذا؟ نعم الكعكة لذيذ كنت محقاً ما الأمر يا فارس؟ أسنانه تؤلمه تؤلمه؟ دعني أرى أوه عليك الذهاب إلى طبيب الأسنان سأذهب لأخبر أمك لماذا علي الذهاب الطبيب الأسنان؟ يجب أن يفحص الطبيب أسنانك ويقتلع المتسوس منها هذا مؤلم مؤلم؟ أنا خائفة أوه لا أريد رأيات الطبيب عليك زيارة الطبيب على السنك كي لا تؤلمك وصلنا مرحباً لا لنعود إلى المنزل أنا لا أريد أنا خائفة ستعالجك بسرعة لنعود إلى المنزل هيا لنذهب أنا خائفة لا أعيدك بأن ننظف أسناني أمي دعنا نجلس أمي لنعود إلى المنزل أمي لنعود إلى المنزل عليك رؤية الطبيبة وإلا فلن يزول الألم أبداً لذيذ جداً أتمنى لو كنت أنظف أسناني فارس إنه دورك مكان جميل كابتن أونكس السلام عليك فارس وعليكم السلام والدة إندرا نعم إذن أسنانك تؤلمك؟ نعم هيا سأفحص أسنانك أنت معجب أيضا بكابتن أونكس؟ نعم كابتن أونكس قوي وسريع أيضا حسنا لماذا لا تحمله؟ ستكون قويا مثل كابتن أونكس حسنا افتح فمك دعني ألقي نظرة أولا هناك حفرة في سنك حفرة هل يجب اقتلاعه؟ لا تقلق لداعي لاقتلاعه حقا؟ ساءنظف الفمك ماذا؟ أنظفه الآن وحش السن ماذا؟ أضع حشوة فيه ياي لم تعد تقلمني واو رائع أسناني نظيفة صحيح تماما كالنبي محمد حافظوا على أسنانكم نظيفها دوما كي تحموا صحتكم من الآن فصاعدا سأنظف أسناني يوميا زرني بعد ستة أشهر حسنا سأفحص أسنانك ثانية اوه حسنا هذه لك واو شكرا جزيلا على الرحب والسعة فارس هل نظفت أسنانك عزيزي؟ نعم أمي الحمد لله السلام عليكم يا أصدقاء هل تعلمون أنه علينا تنظيف أسناننا؟ النبي محمد كان ينظف أسنانه لذا لننظف أسناننا أيضا الحمد لله واو يا لها من ألعاب نارية رائعة أيها القائد عمر تم تحديد وجهتنا التالية نحن مستعدون للإقلاع رائع تشغيل الطيار الآلي نحو وجهتنا مستعدون لكن قائد عمر إلى أين نحن ذاهبون؟ إن شاء الله سنذهب الليلة إلى المدينة توجد ألعاب نارية رائعة ألعاب نارية؟ الألعاب نارية جميلة يطلقون أشكالا مختلفة اوه إنها ملونة اوه وتضيع سماء الليل بأكملها واوه جميل جدا مستعدون لننطلق لننطلق بسم الله الرحمن الرحيم الألعاب نارية ملونة جميلة تضيء سماء الليل كم هي جميلة بريتها مع العائلة تسعدنا جدا انتباه حركة مرور كثيفة أمامك ها؟ هل وصلنا يا أبي؟ ليس بعد هناك ازدحام مروري ها؟ ها؟ ها، لا تخلقوا أعرف طريقا مختصرة إعادة حساب المسار إن شاء الله سنصل قريبا حسنا ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يا إلهي هل وصلنا؟ لا ليس بعد الطريق مغلق ماذا سنفعل؟ أريد رؤية الألعاب النارية لا بأس سأجد طريقا آخر حسنا بسم الله الرحمن الرحيم إعادة حساب المسار لا يمكن تحديد الوجهة إعادة حساب المسار متى سوف نصل؟ سنصل قريبا إن شاء الله حسنا حين يكون الأمر صعباً أدعوا الله ليساعدكما ربي يسر إنا لله لدينا إطار مثقوب هل الجميع بخير؟ ماذا حدث؟ لماذا وقفنا يا أبي؟ إصبري يا عزيزتي لدينا إطار مثقوب علي تغييره لن أتأخر لن نصل أليس كذلك آه أريد رؤية الألعاب النارية أنا وأبوكما نرغب في أن نريكما الألعاب النارية الجميلة لكن في الحقيقة نحن نخطط ونبذل جهدنا لكن الله هو من يقرر ما سيحدث ها؟ ها؟ واو واو تذكرا دائما أن قرارات الله أفضل من أمنياتنا واو واو سبحان الله ألعاب النارية رائعة نخطط كثيرا لكن الله يجعلنا أكثر سعادة يجعلنا أكثر سعادة الحمد لله أين نحن؟ مرحبا السلام عليكم هل تعلمون يا أصدقاء؟ أنه حين نخطط لفعل شيء علينا أن نبدل جهدنا ونترك الباقي لله والله سيعطينا ما هو أفضل لنا إن شاءه؟ القسطنطينية ها؟ القسطنط رور رور تيريكس قوي كل حيوانات الأدغال تخاف منه رور رور رو بالعجيبة لديها أشعة ليزر أما تيريكس فلا رور يبدو هذا ممتعا لدي قصة رائعة أتريدان سماعها؟ قصة؟ بالطبع أبي بسم الله كان يا مكان هناك رجل معروف في كل مكان يصلي دوما واسمه السلطان الفاتح واو السلطان الفاتح؟ صحيح ظل السلطان الفاتح يحلم بفتح مدينة القسطنطينية 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 وهي تدعى الآن إسطنبول أوه إسطنبول لأكثر من ثمانمائة عام حاولت جيوش كثيرة احتلال مدينة القسطنطينية لكنها فشلت كيف نجح السلطان إذن؟ سأخبرك جيش السلطان الفاتح كان ذكيا بنى الجنود كثيرا من المدافع الضخمة لتحطين أسوار القسطنطينية أوه واو مدافع ضخمة مثل تيريكس كانت ضخمة وتحتاج لعشرات الأشخاص لجرها لأنها ثقيلة واو أتعرفان ماذا حدث؟ تمكنوا من إحداث فجوات في جدران المدينة لكن أهل المدينة كانوا سريعين إذ أغلقوا كل الفجوات التي أحدثتها المدافع آه ثم ماذا حدث؟ هل ينتصر جيش السلطان؟ إن أردتما أن تعرفاه لنصلي أولا ها؟ إن أردتما أن تكوناك السلطان عليكما تأدية الصلاة في وقتها هيا هيا وزأر النمر هكذا واو أبي أبي اقرأ لنا قصة القسطنطي القسطنطي القسطنطينية أوه نعم آه ها حاول جيش المسلمين تحطيم البوابة الرئيسية الضخمة للمدينة لكنه لم ينجح وأصيب الكثير من الجنود ها؟ 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 أشعر بالحزن عليهم أتعلمان؟ الله سبحانه وتعالى يساعد عباده دائما خاصة من يؤدون الصلاة في وقتها؟ مثل السلطان الفاتح؟ لكن ليس هو فقط كل أفراد جيشه أدوا الصلاة في وقتها بمساعدة من الله خطرت للسلطان الفاتح فكرة رائعة وهي الهجوم على المدينة من البحر البحر؟ نعم البحر تم وضع سلاسل معدنية ضخمة في البحر لمنع سفن السلطان من التقدم وماذا فعلوا بعد ذلك؟ هل خسر جيش السلطان؟ كل الجنود اجتمعوا وبقوة رجل واحد حملوا السفن سوياً وعبروا الجزيرة ليلاً هل كانت مثل سفننا؟ بل أكبر بكثير أتتخيلان ذلك؟ حملوا سبعين سفينة ضخمة في يوم واحد هذا رائع وأخيراً نجح السلطان الفاتح وجيشه الضخم بدخول مدينة القسطنطينية ثم رفع المؤذن الأذان في المدينة واو أريد أن نصلي الصلاة في وقتها وأنا أيضاً وأنا أيضاً هذا جيد السلطان الفاتح رجل عظيم يصلي الصلاة في وقتها أدو الصلاة في وقتها كي تنجح في كل شيء هياً 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 أصدقاء السلطان الفاتح عظيم لنؤدي الصلاة في وقتها لننجح في كل شيء والله سيحبنا أيضاً الحمد لله هاً ما هذا الصوت أمي أبي ماذا تفعلان؟ أمي أبي ماذا تفعلان؟ اسمع يا عمر وهنا صوت الطبيعة خلقه الله رائع سبحان الله في جميع أنحاء الكوم تسبح المخلوقات وتعبروا عن حمدها لله خالقها الله إلهنا وليس كمثله شيء احمدوا الله جميعاً وسبحوا بحمده مالح جداً يم يم ها؟ ما هذا الصوت؟ يم 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 أمي أبي ها؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ هناك شيء بين الشجيرات لا شيء هنا لا شيء؟ لنستعد يكاد يحن وقت المغرب ها حسناً ما هذا الصوت؟ ها حسناً ها حسناً عمر هانا؟ لما لا نتحرى الأمر؟ ها؟ أنت تنزح أنا خائفة ها حسناً لا تخافاً أمكما وأبكما هنا ها حسناً أنظر يا عمر وهنا أتفضع خلقه الله أوه، تفضع نطيفاً جداً رائع سبحان الله ها حسناً واو ما هذا الصوت؟ ها حسناً لنتحرى الأمر بومة نطيفاً نطيفاً لنتحرى الأمر بومة حسناً بومة ملتقى حسناً لم يعد الصوت مخيفا أها بل هو جميل الحمد لله ها؟ ما هذا الصوت؟ أمي أبي أنا خائفة حقا لا عليك أمك وأبك واو اه ها؟ واو إنها لطيفة جدا ها؟ واو واو بطائرة اوه عمر هنع أتريداني رؤية شيء آخر؟ ها؟ تعال يا معي ها؟ 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 احمد الله جميعا وسبحوا بحمده احمد الله جميعا وسبحوا بحمده وسبحوا بحمده لذا لا تخافوا من أصوات الحيوانات الحمد لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة